سواء بالليل كمية كبيرة رقم ضخم نعم الحقيقة انه تطوير الطرق وسائل النقل مش بس في العاصمة لأ النهاردة سيدة رايس فيه اثناء افتتاحه قال انه الناس لازم تعرف ان احنا شغالين على مستوى كل المحافظات كل المدن وكل الكرة ايضا وجه الحكومة النهاردة سيدة رايس باهتمام بالطرق الداخلية وقال انه ده مهم جدا ليه المواطن يهموا انه جودة الطرق اللي شغالة وصد بيته واللي بيستخدمه للوصول من قريته او من المدينة او او احنا بنكلم على مستوى مصر كلها جماعة تخصيص 36 مليار جنيه دي كانت المرحلة الاولى لهذه الطرق الارقام الخاصة بتطوير النقل بتقول ايه بتقول انه مصر صرفت ترليون جنيه على هذا القطاع من ضمن نتائج اللي ايه هذا الصرف من ضمن هايز اقول لحضراتكو انه مصر كانت ترتبها عالميا في حوادث الطرق كانت الاولى عالميا في حوادث الطرق دلوقت انخفضت معدلات الوفيات بنسبة 48% ترجعت معدلات الاصابات بنسبة 47% ترجعت حوادث الطرق بشكل عام بنسبة 36% حافظوا على ممتلكاتكو لانه دي بلدكو موسيقى موسيقى وموسيقى